احنا كنا يوم الثلاث روحنا لقابط الصحفيين وهذا الجمال وهذا السحر وهذه القامات كلهم يعني الحقيقة نوع من شجن وكأن الواحد انا بتكلم على نفسنا يعني وكأني لأول مرة اكون صحفيا الحقيقة المرة دي بالذات يعني المرة دي لأول مرة اكون صحفي والأول مرة انا كجابر اعمل تقرير من داخل النقابة بالطريقة دي يعني ده ده لازم التنويه يعني طيب انا اللقطة دي بس عشان انا محسنش فيها جدل حتى نصور اللقطة دي وانا في النقابة ونزلها وهو الاخر وكل واحد كان ليه تفسير في هذا الام لكن الاستاذ محمد العزبي كاتبنا كبير 94 عام له من التاريخ ما يكفي انك تتكلم معاه وتتكلم عليه كان هو بطل اليوم الحقيقة بطل اليوم الثلاثة اللي فات والحقيقة انا كنت قاعد على الكرسي فحاولت ان انا اسمع الاستاذ محمد العزبي لهو سمعني ولا انا سمعه والناس كتير ما شاء الله بقى وكان الاجمل بقى ان كل زميل وزميلة جاي بزوجته واولاده وبتاع فلا بطريقة بعيدة خالص عن اي تفكير انا نزلت خطوة لتحت عشان اسمع الاستاذ العظيم محمد العزبي هذا هو تفسير الامر ان انا مش سمعه وهو مش سمعني واللقطة بتاعتنا اللي هي المحبة والود والاحترام حضيها والزملائي قالوا لي مش مش شرك يعني فالحقيقة احنا كنا معاه وكان لنا كل الاحترام والتقدير معاه فالحمد الله رب العالمين ان هذا اليوم تم بكل ما فيه زميلنا العزيز احنا الحقيقة كنا احنا يعني بعض الزبلة ما قدرناش ان احنا نغطيهم داخليا داخل القاعة لكن في زميل عزيز الاستاذ احمد سنجاب ده كان عامل حوار مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب مقاطي وهو بيعتباره مدير وكادة عمباء الشرق الاوسط في لبنان ده زميلنا العزيز سيد احمد سنجاب وده مراسل قناة الاخبارية في القائرة الاخبارية في لبنان والحقيقة الحوار خد عنه جايزة كافضل حوار ومجاش الحقيقة يستلم الجايزة لانه كان مرتبط ارتباط مهم جدا بشغلك اللازم يعمله في لبنان ومعرفش ينزل فاحنا الحقيقة من هنا بنحييه وبنقوله يعني احنا مقدرين نشاطك وان شاء الله بإذن الله نشوفك قريب وتجيب الف سلامة وبنشكرك على الجهد اللي انت بتعمله معه او اللي انت بتقوم به معه القاهرة الاخبارية اه انا بشكر جدا الزملاء اللي كانوا موجودين اه احاول بقدر امكان بس لانهم تعبوا جدا جدا معنا وبذلوا مجهود كبير جدا معنا في هذا الاطار فانا بس عايز اجيب لحضراتكم الاسماء بتاعتهم اه بعدش اجيب لحضراتكم الاسماء بتاعتهم لانه في نوع من انواع الاحترام الناس كانت تعبانة جدا ومع هذا الناس استمرت في شغلها وكانت يوم ممكن انها تطبق في اليوم ده لكن بنحاول بقدر امكان ان احنا ننصر اي فندم موجودين اهمت حالا 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 يا فندم حالا كان زمنا العزيز طارق العسوي ومدير التصوير عبد الرحمن مسعد واندرو رأفة مصور ومحمد علاء مصور ومحمد سليمان صوت ومحمد لطف اضاءة واحمد عبد النبي رونين صح كده اسمها رونين صح اسمها رونين فانا وبشكر زمنا العزيز طارق العسوي كان مخرج معنا هناك وبشكر كل الزملاء في هذا الاطار وزي ما قلت لحضراتكم انه ده برضو بيتم في النهاية ان احنا القناة هنا الحقيقة يعني بتساعدنا كتير في موضوع التحقيقات الخارجية والتقرير الخارجية وبتدينا الفرصة ان احنا الحقيقة نعمل حاجة مختلفة اعتقد ان التقرير الخارجية بتاعتنا دائما تبقى شكلها مختلف ووضع مختلف فانا حسيب حضراتكم تستمتعوا بالتقرير واتمنى ان انتم تفعلا تستمتعوا بالتقرير وتشوفوا حاجة مختلفة في هذا الاطار نقابة الصحفين الف تسعمية واحد واربعين يعني بقالها تنين وتمانين سنة نقابة الصحفين فكل التحية والتقدير للنقابة وكل التحية والتقدير لزملاء الصحفيين من اول اللي عايشين يعني واللي رحلوا واللي موجودين دلوقتي واللي مؤسرين والشباب اللي جاي ربنا يديهم طلطة العمر جميع هسيب لحضراتكم فاصل فكلوا بعد الفاصل بترجعوا للتقرير بتاع الصحفة